داخل هذه العلب عبئت بشكل متقن كمية كبيرة بالمخدر الشيرة بلغت نحو 7 أطنان ونصف الطن الكمية التي كانت معادة للتهريب الدولي حجزت داخل مخزن حول إلى مختبر حقيقي لتصنع هذه المادة المحضورة وعملية الحجز التي قامت بها مصالح الدرك الملكي السغرقت 8 ساعات تم خلالها إلقاء القبض على شخص فيما البحث لا يزال جاريا عن أربعة آخرين أسفرت هذه العملية عن حجز 7 أطنان و364 كيلوغراما من مخدر الشيرة كالتالي 6 أطنان و114 كيلوغرام من مخدر الشيرة عبارة عن صفائح وطن و250 كيلوغراما من مخدر الشيرة على شكل مصحوق تم أيضا حجز أربع سيارات خفيفة كانت تستخدم في نقل البضاعة المحذورة كما تم حجز مجموعة من الآلات تستخدم في ضغط وتلفيف وتعليب الكميات المحجوزة التي قدرت قيمتها بـ 70 مليون درهم